موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني وفقه قودي الناصية السادسة لقد كانت هذه الناصية غنية بالثقة بالنفس حيث انفصلت عن المجموعة 39 قتال بعد أن تمت الموافقة على إيقاف النيران بين مصر وإسرائيل لأعمل بمكتب مخابرات الغردقة والتي أمدني مدير المخابرات آنذاك اللواء مصطفى محرس بخمس قوارب مطاط لأكون مجموعة من بدو السيناء وأبناء الغردقة لأكون مجموعة من بدو سيناء وأبناء الغردقة وقد تم تنفيذ عشرات العمليات سواء استطلاع أو أعمال رص الألغام وضرب الصواريخ وكلها أعمال دون مواجهة مباشرة مع العدو وذلك باسم منظمة سيناء العربية وفي ظل إيقاف النيران وبقدر ما اكتسبته في هذه الفترة من الثقة بالنفس بقدر ما أعطيته سواء في الأعمال الحربية أو الأعمال المخابراتية بيني وبين نظيري في الجبهة المعادية حيث كان حساب المكسب كثيرا جدا عن أي خسارة وأعتز بهذه الفترة وكنت برد بترائد أن أستدعى لأشارك كبار المخططين بفرع العمليات للقوات المسلحة لوضع الخطة للاستيلاء على جنوب سيناء في الخطة جرانيت والتي أفسدها فيما بعد التعديل الذي أضافه اللواء سعد الشازلي للتنفيذ في معركة 73 والذي سحب كافة القوات المشاركة سواء المشاهة أو المظلات من التخطيط والتنفيذ وترك وحدات الصاعقة وحدها وبعد أن بدل أماكن إنزالها في جنوب سيناء مما عرضها للمخاطر بل للهلاك إن الصقل والثقة في النفس في هذه الفترة جعلني بعد أن حللت موقف ما بعد معركة 73 وفي فترة إيقاف النيران بأن أشتبك في عملية ضد العدو دون الرجوع للقيادة خوفا من ضياع الوقت أو الفرصة ثم أبلغ القيادة العامة والتي عدلت وضع القوات بناء على تحليلي للموقف أما بالنسبة للمجموعة 39 قتال والتي كنت قد تركتها في أواء العام 1970 بعد إيقاف النيران بيننا وبين العدو فإنها لم تقم بأي عمليات خلال هذه الفترة حتى اشتركت في معركة 73 بضرب خزانات البترول في أبو رويس بواسطة الطائرات الهليكوبتر وذلك بإلقاء براميل النابل من الطائرات على الهدف وفي أثناء عملية الصغرة التي قام بها العدو غرب القناة كلفت المجموعة 39 قتال باستطلاع قتالي مع العدو لتحديد أماكنه ولكن للأسف استشهد البطل إبراهيم الرفاعي لترجع المجموعة إلى معسكرها بالحلمية بالقاهرة ولم يتم تكليف الوحدة بمهام من أخرى لعدم موجود قيادة لها وللخلافات التي دبت بين بعض الأفراد وهو من معسكرهم بحلمية الزيتون ولم يتم تكليف الوحدة بمهام من أخرى لعدم موجود قيادة لها وللخلافات التي دبت بين بعض الأفراد وهو بمعسكرهم بحلمية الزيتون عمليات التلغيم أو لبن البار هذا اللقب كنا دائما نطلقه على اللغم لأننا كنا عندما نزرع اللغم في الطرق الترابية والمدقات كنا واسقين بأنه سيأتي بالخير ضد العدو فقد تمر مركبة أو دبابة بجانب اللغم مرة أو أكثر ولكن في لحظة ما في يوم ما ستمر عجلة المركبة أو جنزير الدبابة على اللغم وتأتي بأكلها لذلك كنا نسمي اللغم بلقب لبن البار وقد وصلت الحرفية في استخدام الألغام بأننا وصلنا إلى استخدامه على الطرق الأسفلتية بدون أن تكتشف وكنا لا نستخدم اللغم منفردا بل كنا نستخدمه كلمة نخاوي بل كنا نستخدم كلمة نخاوي أي نضع معه أخ وغالبا ما يكون هذا الأخ لغم أو أكثر أو دانا مدفع من العيار السقيل أو شوال أمونال وهي مادة شديدة لانفجار لأن اللغم منفردا قد يقتل أو يجرح من في المركبة أو الدبابة أما إذا خاويته فإنه يدمر المركبة أو الدبابة بمن فيها جميعا وكان يعز علينا أن يكتشف العدو لغم ويؤمنه وينزعه من مكانه لذلك قررنا تدمير الدبابة التي تكتشف الألغام وتدمرها وكانت تسمى بالدبابة الدقاقة والدقاقة عبارة عن دبابة مركبة عليها من الأمام زراعين بينهما استوانة بها عدة سلاسل وفي آخر كل سلسلة كرة حديد في حال الدوران دائم فتترك هذه الكرة أي لغم مدفون في المدقات وكانت تسمى بالدبابة الدقاقة والدقاقة عبارة عن دبابة مركبة عليها من الأمام زراعين بينهما استوانة بها عدة سلاسل وفي آخر كل سلسلة كرة حديد في حال الدوران دائم فتترك هذه الكرة أي لغم مدفون في المدقات أو الطرق الغير ممهدة فينفجر اللغم في الهواء حيث أن الزراعين على بعد 2 متر من جسم الدبابة وفعلا تم عمل كمين لهذه الدقاقة أمام قطاع الجيش الثالث شمال مدينة السويس بحوالي 40 كم حيث أوصلنا لغم بفتيل متفجر ينتهي عند بطن الدبابة بتحبيشه بمتفجرات من العيار السقيل عبارة عن 2 لغم وشوال أمونال ودانة مدفعية ولك أن تتخيل شدة هذه العبوة عندما انفجرت في الدبابة بأنطار برج الدبابة لمسافة 240 متر من المدق بالضفة الشرقية للقناة إلى الشط الغربي ليستقر عند قواتنا وكانت متابعتنا لهذا الانفجار وطيران البرج في الهواء إلى أن استقر بيننا فرحة كبيرة ومن بعد هذه العملية لم يفكر العدو في استخدام أي دقاقة لتطهير الطرق من الألغام وبذلك حافظنا على ابننا البار في النجاح ومن أعز عمليات زرع الألغام لدينا الكمين الذي تم عند منطقة رأس ملعب بجنوب سيناء حيث قامت المجموعة 39 باختيار هذه المنطقة لتواجد أكثر من مدق وطريق في هذه المنطقة وقد تم تلغيم الطريق الرئيسي وعلى مسافات متبادلة تم زرع ألغام على الطرق الموازية وكذلك زرع أشراك خداعية لاستياض الأفراد التي قد تمتشر بعد انفجار الألغام ولكي نجزب انتباه العدو لهذه المنطقة فقد تم استخدام لونشارات صواريخ وضرب إحدى الأهداف المجاورة للمنطقة بمدينة الطور وكذلك تم وضع أشراك خداعية في اللونشارات لتنفجر في العدو في حالة حضورهم لمعاينة مكان انطلاق الصواريخ وقد كانت خسائر العدو ما بين قتيل وجريح بالعشرات ودمرت ما يقرب من سبع مركبات وعربات جيب ودمرت ما يقرب من سبع مركبات وعربات جيب حيث كانت الأشراك الخداعية منتهية بدانات مدفعية حولت المنطقة لجحيما على كل من فيها على فترات متباعدة لقد تكررت مثل هذه العمليات طوال فترة ما بين 67 و70 حتى في فترة إيقاف النيران ما بين منتصف عام 70 حتى عام 73 سواء على طول جبهة قناة السويس أو في العمق بمنطقة جنوب سيناء حيث لا مواجهة مباشرة مع العدو رغم إيقاف النيران ولكنها كانت ضربات موجعة تستنزف قواته وما بين استغلال الضرب بالصواريخ مع عمل كمين بالألغام والأشراك الخداعية كان هناك أيضا عملية كمين بالألغام باستخدام الهليكوبتر وكانت هذه العملية في المنطقة الواقعة على طريق شرم الشيخ الطور وكان الجديد في هذه العملية أن العمل ليس على طريق ترابي بل على طريق أسفلتي لا يشك العدو ولو للحظة أن يتم التلغيم على طريق أسفلت فقد جاءتنا المعلومات أن قوات العدو الموجودة بمدينة الطور تذهب في نهاية الأسبوع لمقابلة زويهم في شرم الشيخ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فتم التخطيط لاستياد أحد هذه الحافلات بوسطة التلغيم ففي أحد الليالي المقمرة تحركنا عصرا بوسطة الهليكوبتر إلى مدينة الغردقة وعندما حل الليل تحركنا إلى منطقة جبل أبو شعر وهي شمال الغردقة قرية الجونة الآن وكان قائد الطائرة النقيب جلال النادي وهو من أشجع وأكفأ الطيارين وله أعمال مشهودة سواء قبل ذلك أو أثناء معركة 73 وكان مساعده ملازم طيار أحمد الدسوقي وكالعادة كان مجلسي في الطائرة بين جلال النادي ومساعده مكان ملاح الطائرة وذلك لمقدرة على الملاحة الجوية وتوجيه الطائرة إلى الهدف وفي داخل الطائرة جلس قائد العملية المقدم إبراهيم الرفاعي والملازم محسن طاها ومعه ستة صف ضابط بغرض القيام كمجموعة ساترة أثناء العمل علاوة على اثنين صف ضابط أحدهم الرقيب أول محمد عبدو وكانوا مسؤولين على التحفظ على معدات التلغيم والتي أعدت بعناية وقمت بتدريبهم على العمل عليها مرارا وأتذكر أنني أصبت أثناء التدريب على الإعداد لهذه التجهيزات لدقتها وحساسياتها الفائقة إلا أن الإصابة كانت بسيطة في منطقة الصدر حيث كنا نتدرب بعبوات مخففة وأقلعت الطائرة على ارتفاع اثنين إلى ثلاثة متر فوق خليج السويس حتى لا تكتشف من رادارات العدو وقد كان البحر هادئا جدا في هذا اليوم لدرجة أنه كان يشبه وكأنه قماش حرير لونه في الضي بعد أن ترك القمر ضوءه عليه وزاد المنظر جمالا لقرب طيران الطائرة من المياه وجعل الهواء المندفع من مروحة الطائرة يداعب سطح المياه فيقلق هذا الهدوء سطح المياه باحتزازات دائرية حول مسار الطائرة ولم أسرح في هذا المنظر الجميل كثيرا لأوجه جلال النادي إلى منطقة العمل على طريق الأسفل وهي منطقة رأس الجارة والتي تبعد حوالي خمسين كيلو متر جنوب الطور وكانت تعليماتي لجلال بأن يهبط بكامل العجل على الأسفل حتى لا تترك الطائرة أي أثر قد يكتشفه العدو فيفسد ما قمنا به وما أن هبطت الطائرة وانتشرت مجموعة الحماية وأخذت مجموعة الإعداد إلى الخلف بعيدا عن الطائرة وبدأت في إعداد الكمين في الرمال بجانب الأسفل مباشرة وكانت عبارة عن دانة مدفعية 122 ملي متر وشوال أمونال وكان هذا متصلا بشرك على بعد متر من الطريق بوسطة سلك متصل بدائرة كهربائية تم تثبيتها بالأسفلت بعد أن تم عمل مجرى لها بالسنكي وتم تمويه كل هذا العمل سواء بالكودي الحشائش المنتشرة بالصحراء أو بالزفت السايح والذي أحضرناه معنا في زمزمية مياه وبمجرد الانتهاء من العمل أعطيته تمام لإبراهيم الرفاعي والذي قام بسحب المجموعة الساترة وركبنا الطائرة وعدنا أدراجنا عبر خليج السويس على ارتفاع منخفض إلى الغردقة ثم القاهرة مستمتعا ثانية بمدعبة الهواء الناتج عن مروحة الطائرة بسطح مياه خليج السويس الهادئ في ظل ضوء القمر وقد كانت هذه التحبيشة بنا نبارا فعلا فقد جاءتنا الأخبار من الاستطلاع اللاسلكي أن الكمين قد استاضح حافلة محملة بالجنود كانت متجهة من الطور إلى شرم الشيخ وبعد يومين جاء مندوبنا من الداخل ومعه صورة توضح مستوى التدمير الذي أحدثه الكمين وفي الصورة يظهر أوتوبيس وقد دمر تماما ومن شدة الانفجار صار الأتوبيس على شكل حرف يو ويبدو أن جلال النادي عندما تحرك للإقلاع بالطائرة لم يتمكن مع حمولة الطائرة بالإقلاع عموديا مما اضطره للسير بضع مترات للصعود فتركت عجلة الطائرة اليمنى أثرا على الرمال فتركت عجلة الطائرة اليمنى أثرا على الرمال والحمد لله أن العدو لم يكتشف ذلك قبل أن يأتي الكمين بثماره بل اكتشف ذلك بعد نجاح الكمين وقد تم القبض على ابن شيخ قبيلة المنطقة ويضع عيد المغبش وحكم محكمة عسكرية بإسرائيل وصدر ضده حكم بالسجن سبع سنوات لأنه كان يملك عربة بيك أب ماركت فورد نصف نقل وكان مركب عليها كاوتش السيارة به نفس نقوش كاوتش الطائرة معتقدين أن له يدا بالعملية وقد أفادني هذا الحادث فائدة كبيرة عندما توليت بعد عدة أشهر العمل في مكتب مخابرات الغردقة سأرويها في قصة لاحقة بهذا الكتاب باسم اللعب على المكشوف والتي تمكنت من خلالها الإفراج عن عيد المغبش مما أكسبني ثقة أهل بدو جنوب سيناء لقد كانت هذه بعضا أو أهم عمليات رص الألغام والتي طورناها إلى عمل كماء بالألغام والأشراك الخداعية مع مزجها بأعمال الضرب بالصواريخ واستخدام الهليكوبتر علاوة على أعمال التلغيم العادية والتي أوجعت العدو واستنزفته بجانب الأعمال القتالية الأخرى وكانت أعمال التلغيم هذه والتي احترفتها والتي احترفتها أيضا قوات مرابطة على طول جبهة قناة السويس وكذلك مكاتب المخابرات بالجبهة بوسطة بدو سيناء وخاصة مكتب مخابرات برسعيد والقنطرة بقيادة الرائد عاد الفؤاد والنقيب مدحة مرسي واللزاني كان لهم أعمال مجيدة في هذا المجال سواء التلغيم أو الضرب بالصواريخ للمواقع المهمة بوسطة بدو سيناء والتي أسخنت موقف معارك الاستنزاف وأحب أن أذكر هنا إحصائية لمن يستهين بمعارك الاستنزاف فإنه إذا كان ما بين 67 و 73 أكثر من 300 أسبوع وأنه لا يمر أسبوع إلا وهناك في المتوسط عدد 2 عمل إيجابي لعمليات زرع الألغام والأشراك الخداعية فإننا نجد أن خسائر العدو لا تقل عن 600 مركبة ودبابة محملة بالجنود وأعتقد أن ذلك وحده يضاهي ما قد خسرناه في معركة 67 علاوة على الكم الهائل من جنود القوات الإسرائيلية هذا علاوة على انخفاض الروح المعنوية للعدو نتيجة ذلك هذا علاوة على انخفاض الروح المعنوية للعدو نتيجة ذلك لعدم شعورهم بالأمان في أي تحرك سواء على المدقات أو الأسفلت والطرق الممهدة أعتقد أنه لو تم ذلك في الجولان أو الضفة الغربية لما فكرت إسرائيل في الاستمرار بهذه المناطق المضيافة حتى الآن إن روجرز المبعوث الأمريكي والذي تحرك بين مصر وإسرائيل مكوكيا لمحاولة لإيقاف النيران والسعي إلى التهدئة إلا نتيجة لهذه المعارف الاستنزافية التي لحقت بالعدو بعد التحركات المكوكية للمبعوث الأمريكي بين مصر وإسرائيل وقبول مصر إيقاف النيران واعتقد أن ناصر قبل ذلك لكي تتمكن مصر من بناء حائط الصواريخ على خط المواجهة مع إسرائيل لتتمكن الطائرات المصرية المقاتلة من التحرك في أرض المعركة بحرية وقد تم نشر هذه الصواريخ على طول الجبهة في أعظم عملية خداع قامت بها المخابرات الحربية المصرية بقيادة اللواء عبد الرحمن محرز قائد المخابرات الحربية أنزاك لتسكن الصواريخ المضادة للطائرات بطول الجبهة مكونة بما يسمى حائط الصواريخ ومع سكون الحالة ووقف العمليات الحربية بدأت حالة الرفض ترجع لي ثانية متمثلة في لقاءات مع بعض الضباط المقربين لي أنزاك وهم الرواد في ذلك الوقت علي هيكل وأسامة إبراهيم وعليم الديب ومحمود محرم وكلهم من الصاعقة وقادت مجموعات عدا محمود محرم الذي كان يقود الكتيبة 93 صاعقة وكانت حساسية موقعه أنه في جبل الأحمر على بعد عدة كيلومترات من وزارة الحربية والمقدم طارق منتصر من المدرعات وجلال النادي من القوات الجوية وعندما علم الفريق محمد صادق بذلك عن طريق العميد إبراهيم سلامة قائد المجموعة 13 بالمخابرات الحربية قرر استبعادي من مصر بإرسالي إلى السعودية كضابط اتصال بدرجة ملحق حربي بعد أن عادت العلاقات مع السعودية مثلما فعل مع اللواء عادل سوكا الذي أرسله ملحق حربي بتركيا وكانت هذه طريقته في التوازن الأمني حيث كان يهمه بالدرجة الأولى الروح المعنوية للقوات المسلحة فكان يتعامل مع هذه المواقف بالاستبعاد وليس بالقبض على رموز القوات المسلحة مثلما ذكر لي ذلك فيما بعد المقدم عصام الباز مدير مكتبه في ذلك الوقت ومع رغبتي لعدم ترك مصر في هذا الوقت العصيب وانتظارنا للمعركة الفاصلة في أي وقت أو على الأقل أملا في رجوع معارك الاستنزاف مرة أخرى وفي أيام قليلة وجدت جميع أوراقي جاهزة للسفر وتم استخراج البسبور الأحمر الخاص بالدبلوماسيين وكان آخر عمل مكلف أن أقوم به أن أقابل السفير السعودي بالقاهرة بمقره بالزمالك ولكنني قررت أن أفتعل معه مشادة أو موقفا معاديا حتى لا أسافر وفعلا تم ذلك فاستدعاني الفريق صادق معاتبا وقال لي عليك أن تختار بين مكتب مخابرات السويس أو الغردقة فقلت له مكتب الغردقة وطلب مني التنفيذ فورا وقد اخترت مكتب الغردقة لمعرفتي لأهل جنوب سيناء والذي سوف أستغلهم في أعمال خلف خطوط العدو رغم إيقاف النيران بين مصر وإسرائيل ورغم ذهابي للعمل بالغردقة إلا أن مجموعة الضباط التي ذكرتها لم تنقطع بيننا الاتصالات وزادت أكثر كلما امتد إيقاف النيران لثلاثة أشهر أخرى إلى أن توفي جمال عبد الناصر وتولى السادات الحكم وطفح بنا الكيل وظهر لنا عدم وضوح الرؤية في أننا سوف نخوض المعركة الفاصلة مع العدو وكان هذا واضحا من خطب وعود السادات ولكننا كنا لا نعي سياسته في خطة الخداع الذي يتبعها أو عزمه على المعركة وكنا في حالة حماس شديد وتصرع لتغيير قيادات الحكم لم يقلل منها إلا الرائد علي هيكل والرائد عليمي حيث كان أكثر حكمة وتريوسا للأمور لدرجة أني والنقيب طيار جلال النادي قررنا طورية المجموعة في سرعة التنفيذ حيث كان جلال هو نفسه طيار الرئيس السادات وقررنا أن في أول تحرك مع الرئيس سوف ننفذ العملية واختار الزملاء بالتحرك حسب الخطة الموضوعة للاستيلاء على وزارة الحربية والإزاع والتلفزيون وتغيير قيادات الجيش إلا أننا فشلنا في التنسيق أكثر من مرة وذلك لسرية تحركات الرئيس وتغيير أسلوبها في كل مرة علاوة على صعوبة الاتصال في هذا الوقت والحرص في التحركات لأنني على الأقل كنت معلوما ومرصود لدى جهاز المخابرات الحربية المجموعة 75 و13 وكنت على يقين من ذلك ومع هذا لم يكتشف هذا التجمع المكون من اتنين مجموعة صاعقة وكتيبة ومجموعة مدفعية الصاعقة ولواء مدرع والطيار الخاص برئيس الجمهورية لقد كانت كل تحركاتنا مدعومة بسرية تامة وكنت أموه عن هذا التجمع بصداقات مع أناس ليس لهم صلة على الإطلاق بهذا التجمع وهذا ما جذب انتباه المتتبعين لي ولكن إلى لا شيء وأحب أن أنوه هنا أن رغبتنا وإصرارنا على القيام بانقلاب عسكري كان ليس حبا في سلطة أو إصلاح فساد ولكنه كان فقط لكي نقوم بحرب ضد العدو واسترداد الأرض والانتقام لشهدائنا لقد كانت هذه هي مشاعر كل الجيش المصري بل الشعب أيضا وهكذا لم تحقق هذه المجموعة ما خططت له رغم تماسكنا وإصرارنا على الهدف إلا إلى أن قامت معركة 73 فكانت شفاءا لصدورنا ودرءا لأي مبرر لنا استلام العمل في أوائل شهر يونيو عام 1970 توجهت إلى مدينة الغردقة توجهت إلى مدينة الغردقة لاستلام العمل وكان المفروض أن أكون ضمن قوة الخدمة الخاصة والذي كان العقيد فائق هو رئيس الفرع بالقاهرة والذي لم أتوجه للعمل عن طريقه بل أخذت أوامري مباشرة من اللواء محرز مدير المخابرات وقت ذلك وكان قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية هو اللواء سعد الشازلي والذي كانت تربطني به علاقة احترام رغم اختلافي معه عندما تولى قيادة القوات الخاصة في عام 67 والتي كانت نتيجتها انتقالي إلى العمل بالمخابرات الحربية في نفس تخصصي وهو العمل الخاص خلف الخطوط كما ذكرت ذلك من قبل وكان النقيب محمود محرم قائد الكتيبة 93 صاعقة متمركز بالغردقة في هذا الوقت لفترة وهي نفس الكتيبة التي شاركت فصيلة منها في معركة شدوان البطولية وفي اول يوم قابلت محرم الذي اخبرني انه منذ يومين تم دفع ضابط يدعى الملازم اول ثروة لاستطلاع منطقة الطور وفي اليوم التالي تم دفع نفس القارب ومعه رقيب لاحضار الضابط ولكنه رجع بدونه مدعيا ان مركب اسرائيلي طردت وان الرقيب اتصل لاسلكيا بالضابط لالتقاطه وفهم منه انه وقع في الاسر فطلبت الجلوس مع الرقيب وقائد مركب الصيد ولكني من استجوابهم وبخبرتي علمت ان قصصهم مفبركة وانهم جبنوا ولم يتموا مأموريتهم لالتقاط الملازم ثروة ومن الطريف ان الملازم ثروة هذا كان له قصة معي قبل ذلك حيث كان ترتيبه من الاوائل في فرقة الصاعقة والمفروض ان يتم حجزه للعمل بوحدات الصاعقة ولكن للأسف في انه كونه مسيحي رفض قادة الافرع بمدرست الصاعقة على الانضمام الى قوات الصاعقة ولكني تشددت في هذا الامر وصممت على ان يحجز بقوات الصاعقة لدرجة انني هددت بالاستقالة ولكن بحكمة المقدم صلاح عبد الحليم قائد مدرست الصاعقة حين ذاك صدق على حجزه ضمن قوات الصاعقة واعتبرت ذلك انتصارا لي لكسر اي تفرقة في المواطنة للعاملين بالصاعقة وها انا زا مرة اخرى يضعني القدر في طريقة لاتدخل لانقاذه من خطر يحيق به حيث توجهت انا والنقيب محرم الى اللواء سعد الشازلي لاخبره ان قصة الرقيب غير سليمة وسوف اتدخل كمكتب للمخابرات لانقاذ الضابط واحضاره من مدينة الطور ولكني فجئت باللواء سعد الشازلي برفضه للتدخل من قبل المخابرات على اساس ان المأمورية خرجت من قيادة المنطقة وان الامر متروك لها ولكني اديت التحية وخرجت من مكتبه بقيادة المنطقة العسكرية بالبحر الاحمر حيث كنت قد جهزت مسبقا القارب والدليل الذي سوف ادفعه حيث كنت قد جهزت مسبقا القارب والدليل الذي سوف ادفعه لاحضار الضابط ومع معرفتي للارض بمدينة الطور ومع معرفتي للارض بمدينة الطور وفعلا توجه الدليل في نفس الليلة ورجع في نفس الليلة الى الغردقة وقد احضر الملازم سروة معه وعندما دخل سروة ومعه الدليل صباحا الى مكتبي طلبت محمود محرم تليفونيا ليحضر ومعه الرقيب وعندما دخل مكتبي فوجئ محرم بالملازم سروة يجلس امامي وقلت لمحرم تقدر دلوقتي تأخذ سروة والرقيب الى اللواء الشازلي لكي يتصرف في الامر وعلمت فيما بعد ان اللواء الشازلي حاكم الرقيب محاكمة عسكرية ووقع عليه جزاء العزل والسجن ثلاث سنوات وقد اكسبني هذا الموقف الثقة والاحترام بين ضباط منطقة البحر الاحمر والاهم بين بدو جنوب سيناء الموجودين بالغردقة والذين بدأوا للتصابق للتعرف علي اكثر الذين لديهم الدافع للعمل الفدائي وقد استثمرت هذا الموقف فيه تجميع بعض منهم لتدريبهم على اعمال الضرب بالصواريخ وعمل رص الالغام والاشراك الخداعية وزاد حماسهم لمعرفتهم بما قمت به سابقا اثناء معارك الاستنزاف السابقة واصبح لديهم الحماس للقيام بنفس الاعمال وخاصة بعد تدريبهم على هذه الاعمال اللعب على المكشوف كما اكسبتني واقعة الملازم ثروة ثقة بدو سيناء الموجودين بالغردقة فقد ساقتني الاحداث لموقف اخر اكسبني ثقة بدو جنوب سيناء الموجودين في جنوب سيناء تحت الاحتلال كما قلت سابقا ان عملية الكمين السابقة التي تمت على الطريق الاسفلتي بالطائرة والقبض على ابن شيخ القبيلة ويدعى عيد المغبش فقد قررت ان اضع مخططا للافراج عنه وفعلا ارسلت الى شيخ القبيلة ابلغه ان ابنه سيتم الافراج عنه في خلال شهرين على الاكثر وكان هذا لا يخطر على باله ابدا فارسلت في استدعاء احد البدو الموجودين بسيناء ويدعى محمد سالم ابو بريك لعلمي ان هذا الرجل زوثق عند العدو حيث كان يجيد اللعب على الحبلين بيننا وبينهم ولا اقدر ان اقول انه عميل مزدوج لان حتى هذه النوعية من البدو كانوا قلبا وقالبا مع وطنهم مصر الا انهم كانوا يتمتعون بالحنكة والسياسية لتسيير امور زويهم حضر محمد سالم الى مكتبي بالغردقة واعددت له غداء فاخر وامضى معي اليوم كله في حفاوة والتقط لنا مصور المكتب صورة واعطيته نسخة من الصور وعن عمد سربت له عن قصد بعض المعلومات وبشكل عفوي عن قواتنا وهي معلومة لا تضر ولكن كان الغرض منها انه عندما يرجع الى جنوب سيناء سوف يقابل قائد مكتب المخابرات الاسرائيلي ولكنه كان الغرض منها انه عندما يرجع الى جنوب سيناء سوف يقابل قائد مكتب المخابرات الاسرائيلي ويدعى ابو الديب وللعلم كان هذا الاسم حركي لكل من تولى مكتب مخابرات جنوب سيناء ليبلغوا بهذه المعلومات والصور سوف يتم ارسالها والرفع من شأنه على أساس أنه متدخل في الشخصيات الهمة المصرية ثم ذكرت له العملية التي كانت نتيجتها سجن عيد المغبش سبع سنوات نتيجة تشابه كاوتش سيارته مع كاوتش الطائرة الهليكوبتر والتي بسببها تمت محاكمته وقد زممت في عيد لأنه رفض التعاون معنا في مرات سابقة والله قد انتقم منه لأنه غير وطني وذكرت بعض الصفات التي تدل على كرهي له وفعلا عندما رجع محمد سالم ذكر ذلك كله ولم يمضي شهر ونصف إلا وقد تم الإفراج عن عيد والذي أسعد ذلك كافة البدو بالجنوب وهم لا يعلمون سبب الإفراج عنه إلا أبوه وقد أرسل لي امتنانه وقال إن أي طلب سيكون هو وقبيلته تحت أمري وهي قبيلة المزينة وهي قبيلة المزينة بالطور وجنوب سيناء وفي زمن بسيط مهدته للعمل الفدائي بواسطة البدو سواء بالنسبة للمقيمين بالغردقة أو المقيمين بجنوب سيناء وبدأت فعلا في التخطيط لأكبر عملية مسح الاستطلاع كافة المناطق بجنوب سيناء وكذلك تنشيط أعمال التلغيم والضرب بالصواريخ رغم إيقاف النيران لأن القائمين هم أهل المنطقة المدنيين أي رجعت مرة أخرى لأعمال منظمة سيناء وقد طلبت من اللواء محرز مدير المخابرات خمسة قوارب مطاطية وقمت بتدريب البدو على قيادتها وصيانتها وإصلاحها حيث اعتبرت أن العمل عن طريق مراكب الصيد البطيئة هو عمل غير فعال وخاصة بعد أن شكل العدو وحدته الجديدة والتي أسمها الوحدة 242 وسأذكر قصة إنشاء هذه الوحدة فيما بعد وقد نفذت في فترة 9 شهور ما يقرب من 26 عملية وقد نفذت في فترة 9 شهور ما يقرب من 26 عملية ما بين استطلاع وأعمال تلغيم إلى أن استدعاني اللواء محمد صادق لمهمة في القاهرة في هيئة عمليات القوات مع العقيد حسن الزيات وكانت هذه المهمة هي المشاركة في التخطيط للعمل على جنوب سيناء وذلك ضمن مهمة الخطة جرانيت والتي نفذت في معركة 73 وقد علمت أن الذي طلبني للانضمام إلى هذا العمل هو العقيد حسن الزيات نفسه لعلمه بمعرفتي بجنوب سيناء وكذلك الاشتراكي معه في عملية الاستطلاع القتال التي تمت عندما قام العدو بالإغارة على منطقة الزعفرانة في عام 1969 وما كان بيننا من تناغم وتناسق في العمل رغم أننا كنا نتقابل لأول مرة وفي عمل حساس ورغم أني كنت أصلا من قوات الصاعقة وهو من قوات المظلات ولكنه كان يخدم في هيئة العمليات وأنا ضمن المجموعة 39 بالمخابرات الحربية وكان معنا في هذه المهمة طيار جلال النادي والذي كان كالعادة يتمتع بجرأة وحنكة في هذه العملية والذي بفضله تمكننا من عملية الاستطلاع القتالي مع العدو في منطقة وادي عربة والزعفرانة وتوصيل المعلومات أولا بأول رغم تفوق العدو الجوي نرجع مرة أخرى إلى الخطة جرانيت والتي شاركت فيها بالتخطيط مع حسن الزياد في الجزء المخصص للعمل بجنوب سيناء والتي كان الهدف منها السيطرة على جنوب سيناء وخاصة منطقة شرم الشيخ ورأس نصراني بغرض إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة بغرض إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية لاستخدامها كورقة ضغط على إسرائيل للانسحاب من سيناء أو للتفاوض كما يتراء للقيادة السياسية وبعد انتهاء مرحلة التخطيط كلفت من قبل الفريق صادق للقيام بتدريب قوات الصاعقة المشتركة في التنفيذ والتي كانت ستتم بواسطة 40 قاربا مطاطيا وطائرات الهليكوبتر وناقلات بحرية للجنود وقد اخترت منطقة الفيوم للتدريب لاستغلال بحيرة قارون للتدريب على العبور بالقوارب ولأعمال القتال في الجزء الغربي من الجبال المحيطة بالبحيرة وكان لا يعلم بتفاصيل الخطة إلا أنا والعقيد حسن الزيات كقيادة عامة ومن قوات الصاعقة رئيس العمليات المقدم صالح فضل والمقدم فاروق الفقي رئيس الفرع الهندسي لقوات الصاعقة وقد تحملت مسئولية تدريب 40 صف ضابط حديث التخرج للتدريب على قيادة القوارب وصيانتها وكذلك الملاحة البحرية وما يصاحب ذلك من عمليات الإنزال البحري والإبرار الجوي لقوات الصاعقة إلا أنه وقبل انتهاء التدريب الذي استمر قرابة الشهر رصدت وحدات الاستطلاع والاستطلاع اللاسلكي عن وجود تدريب للعدو بنفس الأسلوب وفي أماكن ما مما يدل على أن هذه الخطة قد تسربت للعدو وفعلا استدعاني الفريق محمد صادق ومع العقيد حسن الزيات للوقوف على الأمر ونشطت أجهزة المخابرات لتكتشف أن المقدم فاروق الفقي ما هو إلا عميل لإسرائيل بقصته المعروفة والتي أنتجت في فيلم الصعود للهاوية وهو الذي كان ضمن الأربع الملمين بالخطة وكان مشاركا معنا في التدريب بمنطقة الفيوم مما جعله مطلعا على التفاصيل التي أوصلها إلى إسرائيل لقد كانت شخصية فاروق الفقي غريبة الأطوار لقد كان مخلصا جدا في أي عمل يقوم به حتى التجسس لقد كان جاسوسا مخلصا حيث كان يبلغ عن أشياء ليس مطالب بها أمام حبه الشديد لمن قامت بتجنيده وهي مصرية كانت تعيش في باريس واستغلت هذا الحب في تجنيده العقيد فاروق الفقي كان يرافقني في تدريب الأفراد على القوارب وعندما تنتهي ساعات التدريب كان يبقى معهم بعد أن أغادر المنطقة إلى المنزل ليشرح لهم الفنيات ويستزيدهم في التدريب لقد كانت شخصيته شخصية غريبة الأطوار كان كل هذا في عام 71 وعندما جاء توقيت تنفيذ ذلك في عام 73 معركة أكتوبر استدعاني سعد الشازلي برفقة لواء نبيل شكري ليعطيني خطابا صادرا من القيادة مركز عشرة بمسؤوليتي على تنفيذ هذا المخطط ضمن قيادة منطقة البحر الأحمر ولكني فجئت بتغيير شامل للهدف والخطة وأسلوب التنفيذ فالغرض كانت تحكم في خليج العقبة ولكن مع عدم وجود قوات للسيطرة على الأرض حيث تم إلغاء اشتراك أي وحدات من المظلات أو كتيبة المشاه التي كانت ستعبر إلى منطقة الطور ولا تنسيق بين وحدات الصاعقة برا أو بحرا أو جوا مع تقدم اللواء الأول والذي مفروض أن يتقدم من خلال عيون موسى إلى الطور واختصر العمل على إنزال وحدات الصاعقة لتنفيذ مهمة دفاعية على الأرض التي سيتقدم فيها اللواء الأول مشاه من خلال الجيش الثالث الميداني مخترقا عيون موسى إلى رأس سدر فلأول مرة يعطى واجبا دفاعيا لوحدات خاصة الصاعقة المصرية مما يحكم بالفشل على العملية قبل أن تبدأ واعترضت على هذا التغيير في الخطة لكن الأوامر هي الأوامر وهنا شعرت أن الرئيس السادات كان لاختياره اللواء سعد الشازلي أبعد ما يكون عن التوفيق أو الحكمة على الأقل من وجهة نظري في هذا الجزء من العمل وفعلا أن ما حدث من خسائر غير مبررة في هذه العملية في معركة أكتوبر 73 بمنطقة جنوب سيناء مؤسف للغاية بل كان استخدام الصاعقة أيضا في شمال سيناء أبعد ما يكون عن الصواب لاستخدام مثل هذه القوات مما عرضها لخسائر كبيرة دون الاشتراك في المعركة وأعتبر أن المسؤول الأول عن هذا هو اللواء سعد الشازلي وكذلك كل من صادق على هذا التغيير في استخدام قوات الصاعقة في الجزء السابق شرحت بموجز ما تم منذ إيقاف النيران عام سبعين إلى معركة 73 والتي شاركت فيها ضمن مجموعتي من وحدات الصاعقة لقد كان قوات هاتين المجموعتين هما الرائد كمال عطية والرائد سمير توفيق والتي أبرت في منطقة جنوب سيناء والتي قاتلت بما لديها من إمكانيات بشرف ولآخر جندي لدى هذه القوات في ظروف صعبة للغاية وبتخطيط مخالف تماما لمهام الصاعقة بعد أن بدله اللواء الشازلي إلى مهام دفاعية لا تناسب فعل هذه الوحدات ثم انتهت مهمتي لأنضم ثانية إلى قيادة الصاعقة بألماظة حيث كنت قائدا لمدفعية وحدات الصاعقة والتي توزعت بالفعل على كافة مجموعات الصاعقة سواء المضادة للدبابات وهي كتيبة الميلوتكا وفوج المسار وهي وحدة صاريخ الميدان المسلحة بصواريخ جراد به وهذا الصاروخ يتميز بأنه من أشد الصواريخ القتالية حيث تشمل الدانة على خمسة آلاف بلية وهو صاروخ متفجر حارق ومداه يصل 11 كم فوضعت مخططا للمرور على هذه الوحدات الملحقة على مجموعات الصاعقة وعندما زرت المجموعة 127 صاعقة والتي كان يقودها الرائد جمال فهمي وهي متمركزة بطريق السويس عند الكيلو 99 وملحقة للعمل مع اللواء مشاه وكانت هناك كتيبة مشاه ملاصقة لمجموعة الصاعقة تتمركز في طريق السويس في خطوط دفاعية وكانت مجموعة الصاعقة تتمركز تحت جبل عطاقة جنوب الكتيبة المشاه ولكن استطلاعي للمنطقة وتحليلي لها أثبت الآتي وجود مسافة بين كتيبة المشاه المصرية بقيادة المقدم صلاح الحلبي والذي أصبح رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة فيما بعد ثم رئيس الهيئة العربية للتصنيع وبين قوات العدو حوالي 2 كم والكتيبة المصرية عند الكيلو 98 والعدو عند الكيلو 100 وجود تبة قريبة من القوات المصرية أكثر منها لجبهة العدو ومع هذا فإن قوات العدو تقترب يوميا من هذه التبة قبل آخر ضوء وتقوم بالتدريب على الرماية بالدبابات على هذه التبة وجود مضيق بين المجموعة 127 صاعقة والكتيبة المصرية غير مؤمن ولكنه محدد بنواطير من الزلط وغير واضح المعالم حوالي 200 إلى 300 متر متصل بمضيق رئيسي يسير أسفل جبل عطاقة لينتهي عند واضي حجول خلف قيادة الجيش الثالث الميداني وبينه وبين القاهرة 40 كم عندما صعدت فوق سلسلة جبال عطاقة وجدت فوق قمة كل جبل مربع محدد بالزلط مما يدل على أن هناك أشخاصا ما حددت هذه الأماكن كعلامة لهبوط الهيليكوبترات وجود منطقة إدارية في العمق للعدو بحوالي 11 كم وموقع مدفعية 155 ملي متر كان ظاهرا جليا بالنظارة المعظمة وعندما عدت من الجولة الاستطلاعية سألت المقدم جمال فاهمي قائد المجموعة عن هذه الأشياء وجدت أن لا علم له بها وقال دي حاجات من زمان ولكن كان تحليلي كالآتي يقوم العدو بتعويض القوات المصرية على أنه يتدرب في هذه المنطقة مع أن هذه التب قريبة جدا من المضيق غير الواضح ومعلم بالنواطير يقوم العدو بتعويض القوات المصرية على أنه يتدرب في هذه المنطقة مع أن هذه التب قريبة جدا من المضيق غير الواضح ومعلم بالنواطير أن تحديد أماكن الهبوط فوق الجبال هي من أعمال العدو من وحداته التي تعمل خلف الخطوط واتضح جليا أنه في حالة تطوير هجومه سوف يستغل حركة هذه الدبابات مع آخر ضوء لتندفع كمقدمة لقوات أكبر عبر هذا المضيق والذي لا يبعد عن المضيق الرئيسي أكثر من نصف كيلو متجها إلى وادي حجول حيث يكون في خلال ساعة خلف قواتنا وبينه وبين القاهرة 40 كم وذلك كله بمساعدة قوات خاصة تهبط فوق قمم الجبال من الهليكوبتر وذلك لتأمين تقدم قواته عبر المضيق شرحت هذا التحليل للمقدم جمال فهمي والذي أجابني ما تخافش إحنا مصحصحين لهم قوي بس خليهم يعملوها وإحنا حنوريهم ولم يعجبني هذا الرد وقمت بعمل قد لا يكون دارجا في الأمور العسكرية وخاصة إذا سمعه رجل عسكري فقد يقول إن هذا هراء ولكن هذا ما حدث فقد أعطيت أوامري بدون علم قائد المجموعة جمال فهمي إلى قائدي مجموعة الفهد الصواريخ المضاد للدبابات ومجموعة المسمار الصواريخ جراد به بأن يحتل الفهد بأربع أطكم في مكان مناسب للتبة التي يستخدمها الإسرائيليون للرماية في آخر ضوء وكنت قد دربت في فترات سابقة بعض الأطكم للرماية من أعلى إلى أسفل بالصواريخ فهد وهذا أصعد بكثير من الرماية السطحية وبالصدفة كان هنا ثلاثة أطكم من الأربعة من المحترفين وكان الأمر للمسمار بأن يحتل أعلى قمة أحد الجبال بعدد اثنين لونشر ومع كل لونشر أي قازف وأربعة صواريخ حيث كان الصاروخ الواحد يحمله فردان بعد أن يجزأ إلى قسمين وقد حدد العدو التوقيت حيث أنه يحضر قبل آخر ضوء بساعة وينسحب مع آخر ضوء أعطيت أوامر بالاشتباك قبل انسحاب الدبابات مباشرة وفي نفس الوقت تم إطلاق الصواريخ على المدفعية العدو 155 ومنطقة الشؤون الإدارية في عمق قواته وكانت النتيجة تدمير ثماني دبابات وهربت واحدة وإصابة مدفعية العدو ومنطقة الشؤون الإدارية بإصابات مباشرة حيث كان الموقع مكشوفا وبالعين المجردة من أعلى الجبل وتم سحب الأطكم بسرعة وأثناء ذالب كنت قد جهزت تقريري مدعما بالصور من الكاميرا التي كانت معي إلى قيادة الصاعقة بمنطقة ألماظة وتم تحميض الفيلم ثم توجهنا لعرض الموضوع على المشير أحمد إسماعيل بمركز قيادته حيث قال مداعبا هو أنت اللي اشتبكت بدون أوامر وقال مداعبا يبقى لازم تتحاكم وأمر على الفور بأن يتقدم المقدم صلاح الحلبي في نفس الليلة إلى الأمام بحيث يكون شرق التبة ويضيق المسافة بينه وبين العدو إلى مسافة كيلو واحد فقط وتم دفع ناصر مضادة للدبابات لصد أي هجوم من خلال المضيق المؤذي إلى وادي حجول وأن تحتل مجموعة الصاعقة أعالي الجبال والسيطرة عليها وقد تم كل هذا قبل أول ضوء من صباح اليوم التالي وكانت هذه آخر عملية بعد قبول إيقاف النيران وأردت أن أذكرها بالتفصيل لتوضح أن القوات المسلحة ليست أوامر جامدة فقط بل كان المبدأ أن القيادات تقف بجانبك ما دمت تؤدي واجبك حتى بدون أن تنتظر أوامر من الأعلى أو لو كنت حتى مخالفا للأوامر ما دمت في صالح الوطن